موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحب الكرام في هذه الحلقة من المراقب والتي سنتحدث فيها بحول الله تعالى عن صفعة أوروبية جديدة النمسا تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء موسيقى تتوالى الضربات والصفعات الدبلوماسية من دول مختلفة لنظام العسكر الذي وضع بيضه الدبلوماس كله في أحضان إبراهيم غالي هذه الأمور التي بدأت تزعج كثيرا حكام الجزائر الذين يدعون بأنهم مع تقرير مصير الصحراويين لأنفسهم وفي الوقت نفسه قرروا مصيرهم وخونوا كل من لا يقول بما تلوكه أبواق البوليزاري في الوقت الذي تتلقى فيه دبلوماسية الجزائر هذه الضربات المغرب يحقق إنجازات أكثر من 27 دولة تفتتح قنصليات في الداخل والعيون مشاريع اقتصادية وصفقات مع دول مختلفة تتهادى وتتسابق جميعا على أن تجعل من العيون والداخل مثل الدوحة ودبي في ظل هذه الأوضاع كل مرة تخرج هذه الصفعة وللأسف النظام الجزائري يتغنى بدبلوماسيت في جزائر تبور وشنغريحة التي سموها الجديدة وهي جديدة في استبدادها جديدة في فسادها جديدة في أزماتها مع الجيران وغير الجيران لكنها قديمة في نظامها الذي لم يتغير ولن يتغير ولن يقبل بالتغيير ولن يراهن على أي تغييرات يمكن أن تحسن ظروف الدولة الداخلية والخارجية 11 دولة أوروبية فقط تقريبا تدعم مقترح الحكم الذاتي المغرب في الصحراء وهي بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، قبرس، لكسنبورغ، المجر، رومانيا، البرتغال، وسربيا وتعتبر بلجيكا هي آخر دولة أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي ويقول أحد المواقع وبإعلان موقف بروكسل حيث توجد أهم مؤسساتها تغلق دائرة الدعم التي عبرت عنها مجموعة من أكثر المناطق استراتيجية في القارة العتيقة البين لوكس بلجيكا وهولندا ولكسنبورغ في 11 مايو أيار من عام 2022 وعلى أهامش الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش بمراكش أشار ووبكي هويكسترا وزير الخارجية الهولندي إلى أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 إلى الأمم المتحدة هي خطة جادة ومساهمة ذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء وفي نفس التاريخ أعربة وزير الشؤون الخارجية القبرصي بمراكش عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا متوافقا بشأنه لتسوية هذا النزاع وفي ذات اليوم نوه وزير الخارجية الروماني بالجهود الجادة التي يقوم بها المغرب وبما في ذلك مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه لمجلس الأمن وفي 7 أبريل نيسان المنصرم جاء في بيان مشترك صدر في ختام المحادثات بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية أن مدريد تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع أيضا في 25 غسطس آب أعربت ألمانيا عبر وزير خارجيتها بالرباط عن تغيير كبير في السياسة الخارجية لبلدها فيما يتعلق بالمغرب من خلال دعم مقترح الحكم الذاتي في 3 أكتوبر المنصرم صرح وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لدقيط لكسنبورغ الكبرى في الرباط بأن خطة الحكم الذاتي كانت جهدا جادا ومنثوقا من قبل المغرب وأساسا جيدا للتوصل إلى حل في 7 ديسمبر 2021 أعلن وزير الخارجية الماجري دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي وفي 5 مايو أيار 2021 قال وزير الخارجية بجمهورية سربيا إن جمهورية سربيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا جدا وذا مصداقية وأيضا البرتغال في 30 يناير كانون الثاني 2020 وصفت المبادرة بالجدية للغاية وذات المصداقية لتسوية ملف الصحراء المهم هذه بعض المعلومات حول هذه الدول الأوروبية التي تدعم مقترح الحكم الذاتي تقريبا حسب ما أورده مثلا هذا الموقع 11 دولة أوروبية عبرت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي يعني كم بقيت؟ بقيت 16 دولة من الاتحاد الأوروبي الدول الأخرى ماذا؟ لا توجد دولة تؤيد أطروحة البوليزاريو بل دول لم تعبر عن دعمها لا البوليزاريو ولا للمغرب ولكنها تدعم الحل السياسي ومبعوث الأمم المتحدة مثل إيطاليا التي تعتبر حليف استراتيجي للجزائر لم تعبر أبدا في مسألة تقرير المصير وما إلى ذلك من تلك الأطروحات ولا دعمت الجمهورية ولا تعترف بها ولا أي شيء من هذا القبيل الآن في ظل هذا الأمر تخرج النمسا تدعم مقترح المغرب بإقامة حكم ذاتي في الصحراء الغربية أكد مستشار النمسا كارل نيهامر الثلاثة دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل مشكلة الصحراء الغربية المتنازع عليها واصفا إياه بأنه مساهمة جادة وذات مصدقية وانضمت فيينا إلى عدد متزايد من العواصم الأوروبية والعربية والإفريقية في التعبير عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 ويقضي بمنح إقليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية مساهمة جادة وذات مصدقية بهذه العبارات وصف مستشار النمسا مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل مشكلة الصحراء المتنازع عليها وعضاف نيهامر الذي يجري زيارة رسمية للمغرب يومين 27 و28 شباط فبراير أن بلاده تدعم جهود المبعوث الشخصي الأمين العام الأمم المتحدة ديمستورا لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وانضمت النمسا إلى عدد متزايد من الدول الأوروبية والعربية والمغربية في التعبير عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 ويقضي بمنح إقليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية المهم واضح أن النمسا صارت هي الدولة الثانية عشر التي تعلن عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي والمقترح الحكم الذاتي كأساس جيد ومعنى هو اعتراف بمغربية الصحراء الآن هذه الدول 12 دولة أوروبية إضافة إلى أمريكا إضافة إلى الدول العربية الخليج العربي برمته الدول العربية باستثناء الجزايا موريطانيا إلى حد ما الآن رهي في المنطقة الرمادية قد يتغير موقفها مع مرور الزمن إضافة إلى نظام الأسد في سوريا وبقايا القذافي في ليبيا الذي تم القضاء على نظامه منذ سنوات ولا دولة عربية تؤيد أطروحة الجزائر في مسألة الجمهورية العربية الصحراوية هذه الجمهورية غير معترف بها في الجامعة العربية ولا الدول العربية تعترف بها بل الدول العربية تطورت في فطرة معينة كانت لا تحدث عن هذا النزام بعد ذلك جات تتحدث ضرورة حل ثم جات مرحلة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء ثم جات مرحلة الدفاع عن هذا الأمر وجات مرحلة الشراكة الاقتصادية والآن رايح جي مرحلة أخرى تتمثل في إدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب إن قامت البوليزاريو بعمليات استهدفت بها أهداف ما داخل الطراب المغربي أو في المدن المغربية المهم الآن 12 دولة أوروبية تؤيد المغرب كل أغلبية الدول العربية الساحقة تؤيد المغرب أمريكا تؤيد المغرب كل الدول في العالم تؤيد المغرب ماذا بقي للجزائر؟ قلت لكم في الدول العربية واش بقى لها؟ لم تبقى إلا موريطانيا أرى هي في موقف حافظة على نفس الموقف ولكنها لا يتجاوز موقف الدبلوماس النظام الأسد راه هو بشار أصلا مختار حارة في حيث ما يتواجد قصر الرئاس أرى هو ما يتحركش لا يذهب إلى الحمام إلا بالإذن القذافي انتهى وأطرحت القذافي بقيت عند بعض الأشخاص اللي هما من كبار القذافيين فقط ولكن على مستوى الدولة لا يهما رغم محاولات الجزائر أن تبتز بعض الأطراف في ليبيا مقابل الدعم الجزائري وأيضا يكون هناك الاستمرار في موقف القذافي من مسألة البوليزاري هذه كل دول عربية راه في مرحلة الترى بأن ما يحدث من طرف الجزائر والبوليزاري هو ظلم للمغرب وهو استهداف لوحده الترابية استهداف لأمنه وما إلى ذلك بقيت بعض الدول الإفريقية جنوب إفريقيا وبعض الدول الدول الإفريقية قسمة هناك دول مراهي تستعمل في هذه القضية في محاولة في بعض الصراعات وهناك دول تستعملها كتجارة وبزنس مع الجزائر كل ما يحتاجه للمال يحلب الجزائر مقابل الإبقاء على مواقفها وش بقالها هذه جمهورية البوليزاري؟ جمهورية البوليزاري هي جمهورية وهمية في تندوف يا ناس حتى وإن كان إبراهيم غالي يستقبل في الاتحاد الإفريقي كرئيس دولة ويجلس ويحاول بعض الدول الإفريقية وطبعا مقابل صفقات ومقابل أموال طائلة لو أنه في الجزائر تفتح عمليات تحقيق في الأموال الجزائرية والفساد فيها إلى جانب الفساد فيها التي ذهبت إلى دول مقابل الإبقاء على الاعتراف بالبوليزاريو راوجدنا العجب العجب مليارات وآخرها فقط تبون خصص مليار دولار هذا المليار دولار سيذهب للدول في إطار قضايا تتعلق بالبوليزاريو الجزائر لا تعمل شيء لوجه الله هذا النظام لا يعرف وجه الله مع الجزائرين سيعرفه مع دول إفريقية ولا حتى مع الصحراويين في المخيمات المساكنة اللي أصلا هذه القضية ليست فقط تطلقت ضربات ضربات دبلوماسية من خلال الدول التي تعترف بمغربية الصحراء وتدعم مقترح الحكم الذاتي ضربات أخرى تتعلق بالمخططات ضد البوليزاريو وخنق البوليزاريو بقرارات وربما إدراج في قائمة الإرهاب ولا استبعد أن هذا الأمر سيكون قريبا الأمر الثالث أيضا قرار إسباني بمنح الجنسية للصحراويين المولودين في فترة احتلال إسبانيا للصحراء في تلك الفترة معناها الناس اللي في المخيمات عندهم علاقة بهذا الموضوع كلهم يصبحوا بالجنسية واعطاوا لولادهم فرصة خمس سنوات أنهم يأخذوا الجنسية معناها لن يبقى في المخيمات أي واحد معني بهذه القضية يعني يصبح عنده جواز إسباني والأولادهم يروحوا يقرأوا في إسبانيا كمواطنين إسبانيا رح يبقى لك في المخيمات يوكل فيه الغبار ينسى لنا الحكاية هذه وبذلك القضية راهي رح تبقى الآن تتجي إلى أن تتحول إلى مصخرة حقيقية الجزائر عايشة وعندها دولة حطتها في الإبطن تاعها وخلاص دولة هناك في تندو دائرين مخيم ولاية العيون ولاية الداخلة يجملوا شوي مخيمات ويسموهم ولاية وعايشين بواحد الوهم ما كانش شوف عندما ترفض دول مثل أوروبا ودول الخليج ودول مثل أمريكا ودول قوى كبرى ترفض كيان جديد في العالم وهذا هو المرفوع رأوا جاي أيضا في السياق وهذه النقطة لا يمكن أن نغفلها أن الأمر جاي في سياق رفض دولي لوجود أي كيان أو تقسيم لأراضي الدول حاولوا في برشلونة تم القضاء على ذلك الحلم حاولوا كردستان العراقي ديروا استفتاء الانفصال عن العراق تم وعدوا بالنسبة للأكراد وغيروا لا يوجد أي كيان في العالم أو دولة أو طرف يمكن أن تقبل بدعم نزعة انفصالية واحد خاصة إذا نجحوا في صناعة كيان دولة إذا بمجرد ما ينجح طرف في صناعة كيان دولة رايح تتفكك كثير من الدول وستصير حتى الولايات المتحدة مهددة بتفكك ولاياتها عن بعضها البعض بذور الانفصالية موجودة في كل العالم وموجودة في كل الدول والجزائر من أكثر الدول التي تتواجد فيها نزعات انفصالية متصاعدة ومدعومة من طرف دوائر في الداخل وفي الخار وهذا هو الخطر الكبير حقيقة أنه قد يستهين البعض بدولة مثل النمسا تقبل على هذا القرار وهي دولة لديها ثقلها أيضا ما يمكن أنه تعتبر قرار عابر هذا يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء ليس عبارة عن تغريدة عابرة لترامب حتى الذين ظنوا هكذا أخطأوا كثيرا فالقضية أبعد من ذلك وأبعد بكثير مما يمكن أن يأتي في هذا السياق وعبر هذا الاختزال لأن موقف أمريكا معناه مواقف أخرى ستتبع الولايات المتحدة الأمريكية وواضح أنه مباشرة بعد أمريكا لحقت إسبانيا التي هي تعتبر أهم دولة في هذا النزاع والآن النمسا ودول عبرت على أن أراءها فرنسا وزيرة الخارجية الفرنسية مدحت أيضا مقترح الحكم الذاتي وقالت أن المغرب يستطيع أن يعول على فرنسا وما إلى ذلك ما الذي بقي من حلم البوليزاري؟ الجزائر بالنسبة لها الآن تدرك يقينا أن تحقيق حلم الدولة صار مستحيل لكنها تعمل وأقصد نظامها العسكري يعمل على إبقاء هذا النزاع الإبقاء على هذا النزاع في هذه الصيغة الآن النظام الجزائري يسابق الزمن أن لا يكون هناك قرار دولي أو قوة كبرى تدرج البوليزاريو في قائمة الإلهاء لأنه في هذا سيتحول الأمر عبء على الجزائر لأن البوليزاريو بعسكرها وبجيشها وسلاحها كلها موجودة في تندو لو كان موجودة في منطقة أخرى تسمي فيها محررة ولا تسميها ما تريد ممكن أن الجزائر تدافع عليها ولكن ليست على أراضيها وأي استهداف للجناح العسكري للبوليزاريو ستدفع ثمن الجزائر وكل الضغط سيكون على الجزائر والجزائر الآن رهي في صراعات فتحت جبهات كثيرة بسبب غباء هذا النظام وأخطر جبهة هي جبهة داخلية فالنظام الجزائري إذا دخل هو يراه هكذا أنه كثرة الصراعات الدولية رح تخلي الشعب الجزائري يلتف من حوله مثل ما توهمت دول أخرى أنه بمجرد ما يعطي الغزو الأمريكي الناس تلتف حول النظام ولكن الناس انفضت من حول النظام فهذا الوهم كبير ويبالغ فيه النظام أنت الشعب خليه يلتف حولك بمشروع سياسي بمؤسسات بفتح مجال للحريات هكذا يلتف الشعب حول النظام وحول السلطة بمشاريع ناجحة في تحسين ظروف للجزائريين في العيش الكريم في المواطنة الحقيقية في العدل في الإنصاف ما كانش حجرة في استقلالية القضاء هكذا يلتف الشعب حول الدولة أما أنك تمارس كل الظلم على الجزائريين وبعد ذلك تدعي أنه عن طريق البعبع الخارجي وتراصد دول وإسرائيل في المغرب والمغرب والمخزن ومش عالف ذلك وقوى كبرى تريد تستهد في الجزائر كما يقول التبون أن هذا سيؤدي إلى التفاف الجزائريين حول النظام لا الجزائريون ملتفون حول دولتهم وطالبوا بالتغيير إن أردتم أن تكون للنظام قيمة وخاصة مؤسسة العسكرية أعطوا للشعب هو حق تقرير مصير إذا قرر الشعب الجزائري مصير واختار حاكمه واختار مؤسساته اللي يمس هذه المؤسسات رهو مس الشعب قبل كل شيء لكن رئيس الشعب رافضه مؤسسة العسكرية جنرالات صمعتهم أسوأ مما يمكن تخيله بين الجزائريين وجيت أحكي لي بالشعارات وتحاول تلتف الجزائريين من حولك هي هاي سيد يرام ملتف الجزائريين من حولك واش رح يديره غدوة تتسلط عليك عقوبات يصير النفط مقابل الغذاء ولا الزيت والحليب والبطاطا مقابل النفط يعني ممكن نوصل إلى هذه الأمور النظام الآن في محاولة شراء السلم الإجتماعي عن طريق بعثرة الأموال غدوة ما تكونش عندك الأموال الأمور أبعد من أنها تختزل في حكايات فاضية بهذه الطريقة الجزائر غرقت في هذا المستنقع خرقت فيه بمعنى الكلمة لم تتصرف بمنطق دولة عندها موقف دبلوماسي من قضية مثل ما شأن موريطانيا مثلا راهي معترفة بالبوليزاريو معترفة بهه وكذا 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 ولكن ما دخلتش هذا المستنقع بس لاعه وتبنيه بهذه القضية جينيرالات الجزائر راهم كما يتصرفوا مع جنودهم وذباتهم البسطاء في الكزرنات ويديروا فيهم ويحبوا يعتقدوا أن العالم أيضا عبارة عن ثكنة من ثكنة الجيش الوطني الشعب وهذا هو الغباء الاستراتيجي القادم بلا أدنى شك نزاع الصحراء هو الآن رح يتحول إلى قنبلة موقوتة ضد الجزائر وضد مصالح الجزائر ولا حل قبل أن يقع الفاس في الرأس إلا أن الجزائر تحل مشاكلها مع المغرب وتضح حد لهذا الأمر مع المغرب ويبدأ صفحة جديدة لأن العالم ما بعد كورونا ليس مثل ما قبلها زدت لها حرب أوكرانيا وزي مشاكل أخرى لا تحصى ولا تعد خاصة من طرف النظام الذي راهن على غلات ومتطرفين وبغات هنا وهناك بما صار يشكل خطر على المنطقة والضفة الأخرى من المتوسط وصار أيضا يشكل خطر على السلم العالمي وعلى الأمن العربي أيضا واذكروا كلام جديد نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المراقب إلى ذلكم الحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله